يتوجب عليك في السويد أن تقوم بالتأمين على سيارتك عند استخدامها وإلا سوف تضطر لدفع غرامات إضافية باعتبارك مالكا للسيارة أنت هو الشخص الذي يجب عليه أن يقوم بالتأمين وليس أي شخص آخر بشكل عام هناك ثلاث أنواع من التأمين أولا تأمين ضد الغير ويعتبر حماية إلزامية ويشمل الأضرار الحاصلة على الممتلكات والأشخاص والتي تسببها أنت بسيارتك ولا يشمل الأضرار الحاصلة على سيارتك أنت ثانيا التأمين النصفي ويشمل بالإضافة للتأمين ضد الغير السرقة، الحريق، الزجاج وغيرها ثالثا التأمين الشامل ويشمل بالإضافة للتأمين النصفي الأضرار الحاصلة على سيارتك أنت بالنسبة للسعر التأميني فإنه يبنى على عدة أشياء من بينها عمر السيارة، عمر المالك، قوة المحرك وغيرها وأخيرا لا تنسى أن تقوم بالتأمين على الأقل تأمين ضد الغير مباشرة عند شرائك لأي سيارة